أعلن الجيش السوري عن تقدم واسع حققه بحلب ورفي حما والأذقية الشمالي بدعم من طير الحربي الروسي أسفر عن السعادة العديد من المناطق والقرى والبلدات فيما يتصاعد التراشق الإعلامي بين موسكو والغرب حول العمليات في سوريا كشفت وزارة الدفاع الروسي عن غارات مكثفة جديدة نفذتها مقاتلاتها في سوريا وقالت على لسان المتحدث الرسمي باسمها إيغور كوناشينكوف أن المقاتلات الروسية نفذت 55 طلعة جوية دمرت خلالها 53 موقعا بها أسلحة وأليات في حمص حما والأذقية وإدلب بينها مراكز قيادة ومعسكرات تدريب ومخازن ذخيرة وقافلت سيارات مسلحة ومجموعات متنقلة تستخدم مدافع هام بريف حما بالإضافة لمخابئ بريف اللاذقية لافتا إلى أن أجهزة الرصد رصدت مسلحي داعش يحاولون نقل أسلحة وذخيرة ووقود من الرقة إلى خطوط المواجهة مع الجيش السوري لكن المقاتلات الروسية دمرت جزءا كبيرا منها الغارات الروسية المكثفة شكلت دعما جويا قويا للجيش السوري بالهجوم الواسع الذي أطلقه في أرياف إدلب وحما والأذقية الشمالي ما أدى إلى تحقيق تقدم واسع أسفر عن استعادة السيطرة على كامل المنطقة الحرة بحلب بالإضافة لثلاث عشرة قرية وبلدة في ريفي حما والأذقية الشمالي وفق بيان أعلنته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية سياسيا تصعد التراشق الإعلامي بين موسكو والغرب فيما يخص العمليات الروسية في سوريا ففيما دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى وقت ما أسماه استهداف المعارضة السورية المعتدلة اتهم وزير الخارجية الروسي أسرقي لافروف تحالف واشنطن برفض تقديم معطيات حول مواقع ما يسمونه المعارضة المعتدلة السورية على الرغم من تقديم طلبات روسية بهذا الصدد وعلى صعيد المتصل ذكر المرصد السوري المعارض ومقره لندن أنه أعلن تشكيل ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية يضم مقاتلين من أبناء المناطق الشرقية السورية من عرب وكرد وسريان بالتنسيق مع تحالف واشنطن كتمهيد لسيطرة على مدينة الرقة ترجمة نانسي قنقر